شكرا لمعلقنا المتميز دائما الكابتن محمد عفيفي بهدف عالمي على طريقة النجوم الكبار عمر سيد معوض يتقدم للعب النادي الاهلي في الدقيقة 42 هدف أكثر من رائع نروح لفاصل وبعد الفاصل التحليل الفني مع ضيوف الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش انتظرونا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد بجد التحية بضيوف الكرام الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش الكابتن شريف يعني هدف أكثر من رائع في نهاية الشرط الأول شفت الشرط الأول زي مجماله بسم الله الرحمن الرحيم يعني من الجميل أنك تشاهد ختام لهذا الشرط بهذا الهدف الحقيقة وأنك تشاهد في نفس الوقت عمر سيد معوض بهذا المستوى بل أكثر من رائع الحقيقة وبيأخذ معه العين أحد اللاعبين كمان اثنين تلثة لعيبة كمان أنا واخدين عيني عبدالله طاهر عبدالله طاهر بكرايت عشان الناس دي بقى تحفظ وفي موهبة أحمد محمد عبدين ده شخص مساك عنده ثقة وأتمنى أننا أشوفه قريب إحنا وإحنا صغيرين كنا بنلعب تحت 16 سنة حشيش وكانوا شايفين فينا إن إحنا نقدر نلعب 16 و 18 سنة يعني فكانوا بيستعينوا بينا في الماتشات دي فاللعيبة اللي أنا قلت عليها دي تقدر تلعب وتستفيد منها في المسابقات اللي هي أعلى 2005 و2004 يعني دول أعتقدنا هم و2003 يداروا يبقى حالة تدعيم كوية جدا خاصة فيهم أجسام وفيهم فكر وفيهم كل حاجة خاصة عمر سيد معوض بفكرني فاكر ماتشي 2001 محمد أشرف حاجة جميلة جدا في ناس الولايات الاتنين جمعين معايا صورة واحدة كده نفس الشكل أحمد عبدين مساك طويل مديني حشيش جنبي بقى ما حسسني بقيمة وقامة المكان نفسه المدافع أيام مار همام ومحمد حشيش ومحمود صالح فيه هدوء نسبي فيه أداء فدول برضا أربع العيبة الحقيقة خذوا عيني خذوا عيني في هذا الشوت وإحنا بنتكلم في أكثر من لاعب يعني بس أدول أنا حاس أنهما قريبين قوي وإحنا بنتكلم هذه كرة بص وإحنا بنتكلم عن أحد محمد عبدين خذ الكرة ومسكة وبيحضر من تحت كابتن حشيش عايزين نحلل خط خط الأول نبتدي يعني بفتح مصطفى حراسة المرمى تمام أنا بس عايز أقول قبل من حل الخطوط إن البداية ما كيتش برضو كما ينبغي في البداية العشر داية الأولينة من نادي الأهلي الرهبة رهبة وخايفين وبرضو ولاد صغيرين وتصوير على الهوى وكده برضو الحاجات دي لازم بتأثر يعني يعني ابتدوا شوية بشوية كده بداية يعني من نص الشوت ابتدى يبقى فيه آخر ربع ساعة في الشوت ابتدى يبقى فيه تحركات وشوفنا هجمتين وفيه واحدة ضياحة برضو يوسف السيد في ديئة الثامنتاشر ابتدى يبقى فيه يمسكوا الكورة ابقى فيه شوية يعني سقة كنت باعت بعلوم في البداية ان هم ممكنوش بيضغطوا في نص الملعب على العابة تأمين كان بتستلم بستريح وبتبتدي تلعب الهجمات المرساة دي البداية تزبطت بقى بعد النص الشوت تقريبا ابتدى بقى اللعب السقة هو النقل اللي بقى بتاع سامر اللي أنا عارفه استحواز بقى من تحت ونقل على الجناب وصول كور عرضية لفت نظري حتى وصول الفريق الأول في تحضير الهجمة من تحت بالضبط عن طريق الرباعي الخالفي معهم فتح مصطفى مع أمير علاء حسام عادل أحمد عبدين عبدالله طير السقة والتحضير من تحته مفيش رهبة ولا خوف أنا عايز أقول لك كمان ان من ضمن اللعيبة اللي هو إبراهيم عادل ده كان بيلعب ديفندر الرقم ستة سامر وظفه صنع العاب عشرة وده يمكن من الحاجات برضو اللي أنا عرفتها في يعني اللي أنا بتكلم مع سامر انه هو كان بيلعبه ديفندر وظفه بقى بحتة عشرة صنع العاب وشوفنا أجاد النهاردة لو هنتكلم بقى على تحليل الخطوط طبعا فاتحي بقى نعليل جون كويس مجدتوش حاجة برضو بالخطورة يمكن كورة بس تزديها في آخر مباراة إنما واضح أنه هو يعني عنده ثقة لأن أي لعيب أو أي حرس مرمى بيبدأ الهجمة من تحت مع المساكين والبكات بيبقى عنده ثقة وواضح أنه يعني بيعرف يعمل الحتة دي لو مسكنا طبعا الخط الدفاع يعني الحقيقة كلهم أجادوا في الشوط الأولاني أمير علاء طبعا بك شمال كويس أوي عبد الله كمان طاهر عنده الحتة الهجومية لو نتكلم على المساكين عبدين وحسام اثنين لعيبة كويسة عبدين كمان عنده طول القامة بيلعب بهدوء ظهرت في ركنية للنادي الأهلي وهو بيطلع وبيحط وعندنا عمل واحدة برضو بدماغه يعني بيكمل حتة برضو الهجومية بيلعب في الكورة السابتة دي دليل أنه عنده ثقة وبين أوف أداء أنه عنده الثقة بيقدرين الكورة للنص الملعب بهدوء بكل ثقة وفي الأماكن الحساسة فدي بتدي طبعا ثقة وبداية هجمة صح كابتن شريف انت راجل هدف كبير لازم أقف قدامي الهدف ده هدف من الأهداف الحلوة بنشوفها في الدوريات الكبرى مع النجوم الكبار عمر سيد معاوض بيظهر في الدائرة 42 بيسجل هدف أكثر من رائع اشرح لنا تحليل بالاستلام الركنة فاضلة كابتس بص هو الأكبر ده قلنا هتقولنا الهدف وإحنا بنتكلم لو سمحت الأكبر عمر الاستلام بالكورة ايوه اداته الفرصة أنه هو بيتفرج على كريستيانو كتير بيتفرج على الناس اللي هي بيلعبوا في الحتة دي وبيلعبوا بالشكل ده فهو شكله بيتفرج يعني وشكله عنده الإمكانية التنفيذ فماشاء الله خد الكورة وحس إنه هو ما بقاش فيه أي تصرف تاني غير التصرف ده لا لا أحد جاي في وشه ممكن يرايح الكورة للي جاي في وشه بل هو خد القرار نفسه إنه هو ممكن يبعت الكورة هو بظهره وينفجأة ما بقيت مفجأة كمان لحرس المرمى ما نتأخر إنه هو يروح لها مع قوة مناسبة جدا تروح أسرع من أي حد يشوفه فده طبعا تفكير لعيب عنده رؤية وعنده فيجين وعنده الإحساس بالمنطقة نفسها والإحساس بالمكان بل إحنا شايفينه في كل مكان في الملعب عشان كده هو أخذ عيننا عشان كده هو بينفذ وهدي عرضيات من اليمين للشمال على طول عدت واحدة واثنين معدوش ده ما عنده الفكرة ده وبدو من صوت صوتك برضو عزين أساني وفاجدهم مهمة قوي برضو لازم نتكلم على فرقة أمبي برضو أخيرا عشان بيقولون لازم نتلع فصل فرقة أمبي والمدرب بتاعهم سامي نادا عندهم لعيبة كويسة برضو علي إهاب وهارون وزيزو في نص الملعب وفيه برضو المهاجمين إبراهيم وعبدالله طارق لعيبة كويسة يعني وكمان مع لعيب النادي لأهل قدام عمر ساد معاوت ظهر عمار واليد برضو بمستوى جيد بشكر حضراتكم شكرا جزيلا نروح لفاصل وبعد الفاصل مع معلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي ونقبل حضراتكم بعد نهاية اللقاء